أول محمود ما كتب يبتدي ابتدى يفكر في الموضوع ابتدى يفكر في الفكرة وابتدى يحضر لها وابتدى يكتبها من أول ما كانت فكرة قال لي أنا عايز أعمل عمل وسائقي بيكلم عن مصر وعن الحضارة المصرية طبعاً بتروا دي حاجة جميلة جداً يلا شوية واختفى ورجع بقى كتب ومراجع ومذاكرة ويعني انغمس في الموضوع تماماً تماماً أنا كنت مبسوطة جداً بحماسه للفكرة لأنها فكرة مهمة ومحترمة وقيمة وتستاهل أن احنا نعملها بما يليق بتاريخنا وبتاريخ مصر